الحمد لله على ما هدانا للكتاب المبين المعجز المستمر على مر الشهور والسنين المفصح بفصاحة النظم المبين المتين وعلو شأنه في غرابة الأفانين عن رفعة شأن القائل فوق العالمين ونصلي على نبيه الأمي الأمين محمد المبعوث بكمال البلاغة وسماحة الدين الذي اختص بخير معجزاته لأنه خير المرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين ما تشرف بتلاوة كلامه ألسنة القارئين ونسأله أن يجعلنا في اقتفائهم من التوفيق في كل حال وحين والعصمة عما يبعدنا ويشين اليوم الجمعة الخامس من شهر رمضان المعظم لعام خمس وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة الشريفة نستأنف أعمال جائزة مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في جلستها الرابعة وندعو المتسابق حافظ القرآن الكريم عماد أبلهي من بلجيكا ويقرأ برواية حفص عن عاصم عماد أبلهي من بلجيكا ويقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول إقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإن الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون حسبك أعد ليهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة حسبك السؤال الثالث السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم حسبك السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا حسبك السؤال الخامس والأخير اقرأ من قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم حسبك حسن تبارك الله فيك